موسيقى التحليلية من الميادين مسيرة إسرائيلية تربك المؤسسة العسكرية وتفاعل القبة الحديدية وتستنفر القوات على الأرض تخطط وارباك لدى القوات الإسرائيلية سببته مسيرة تابعة له تشخيص خاطئ أم خوف وقلق جدل واسع في مصر بعد ظهور جمال مبارك وتعزيته لمحمد بن زايد ظهور جمال مبارك يثير تكاهونات وزوبعة أسئلة في مصر ما الأسباب؟ روسيا تعلن إدخال جيل جديد من الليزر في المعارك لتعطيل المسيرات والأقمار الإصطناعية ما أهمية هذا السلاح؟ وهل يسيطر قريبا على حلبة سباق التسلح العالمية؟ وفي قضية اليوم ملك الأردن يدعو إلى انطلاقة جديدة للشرق الأوسط أي حل يطرحه للقضية الفلسطينية؟ وكيف تواجه التحديات الأمنية؟ أين إسرائيل في المعادلة؟ صفارات الإنذار دوت القوات الإسرائيلية استنفرت وصواريخ القبة الحديدية فعلت وحتى المقاتلات استدعيت والسبب مسيرة تابعة له حلقت فوق الأراضي المحتلة أي تفسير لكل هذا التخبط من جيش؟ ألا يفترض أن يكون على أعلى جاهزية؟ في ظل مناوراته نتابع ثم نحلل تخيف المقاومة الاحتلال الإسرائيلية حتى من دون أن تتحرك الرهاب منها يستفحل لدى الاحتلال حتى وصل إلى حد إطاقه صواريخ اعتراضية على إحدى مسيراته معتقدا أنها لحزب الله دقائق عديدة وحادث واحد كانت كفلة بأحداث الفوضى في إسرائيل صفارات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات في الجليل شمال فلسطين المحتلة والسبب بحسب الإعلام الإسرائيلي الاعتقاد بدخول طائرة من دون طيار من الأراضي اللبنانية واعتراض القبة الحديدية لها حيث جرى إسقاطها لم تكن هذه الرواية الوحيدة فتبعها تشكيك بإسقاط الطائرة المزعومة بل والحدث عن عودتها إلى لبنان دقائق وغير الجيش الإسرائيلي روايتين وأعلن أن كل ما جرى هو خطع في التشخيص وأن الطائرة التي أربكته والكيان تابعة للجيش الاحتلال نفسه مؤكدا أن المجال الجوي لم يخرق من أي قطعة جوية معادية حادثة الإرباك هذه تتزامن مع مناورات مركبات النار التي يجريها جيش الاحتلال وتضحض تأكيد الجيش استعداده للحرب على عدة جبهات وذلك فيما تبدو المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية مربكة بعد تهديدات المقاومة في فلسطين وإعلان المقاومة في لبنان جاهزيتها للرد على أي عضوان هذه الإخفاقات تتحول إلى هاجس أمني في إسرائيل فالتشكيك بدأ يجول بقوة لدى المستوطنين حول قدرة جيش الاحتلال على ضمان بقاء الكيان ومدى جاهزيته لمواجهة حدث أكثر دراماتيكية بعدما تبين أنه لا يملك قدرة التحمل المطلوبة للمواجهات المقبلة ولا القدرة على إدارة هذه المعارك بعقلية عسكرية قوية بل بعقلية مربكة تخشى من أي ضربة مفاجئة نبدأ مع محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام كل ما جرى ناصر اليوم كيف يفسر؟ هل هناك فرق بينما يسعى إليه يحلم به جيش الاحتلال الإسرائيلي وبين الواقع على الأرض؟ فرق كبير الفرق بين أحلام جيش الاحتلال وبين الواقع على الأرض فرق كبير في مجالين حتى لا نبتعد عن النقطة منذ عام 82 وصواريخ الكاتيوش على كريات شمونة من جنوب لبنان منذ أربعين عام لم أرى الجيش الإسرائيلي بهذه الحالة المرتبكة التي يتوقع فيها مصائب كثيرة السبب هو المسيرات شارون في 2003 وضع خطة هي تحويل الجيش الإسرائيلي من جيش كبير وغني إلى جيش صغير وذكي وبدأ في هذه الخطة فتحول الجيش الكبير الغني إلى جيش صغير وغني لأنه في تكتيكاته وفي أحداثه 2006-2008-2014 والحروب التي تلتها تضح بأنه عاجز الآن في سلاح المشاعل التقدم على الأرض وسلاح الطيران لا يحقق والأخطر المسيرات الذي تحير في حلم الصاينة قضيتين واحد الأفراد وكما نعلم جميع النصر يأتي من صدر الرجال نحن أمام جنود إسرائيليين يسعون للحياة يريدون أن ينهر الخدمة العسكرية الأجبالية ثلاث سنوات ويسافروا في رحلة نزهة إلى أوروبا إلى جبال الهند النقطة الثانية المسيرات التي أربكتهم شلت عقولهم وطبعا هذه ليست أول حادثة سنسأل أكثر عن قضية المسيرات تحديدا ذكرت قضية المسيرات وهذه ليست المرة الأولى وهذا الارتباك أيضا لم يحدث للمرة الأولى كيف يفهم هذا الموضوع مع سلاح المسيرات تحديدا لا 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 يفهم هذا الموضوع عند الإسرائيليين هذا الموضوع شكل صدمة جانت خرج قبل شهرين وقال إن إيران أرسلت مسيرة فيها مسدسين وصلت إلى قطاع غزة تخيل من إيران إلى غزة الوتوستراد مفتوح لهذا سنين يتوقعون أن اليمن يمكن أن ترسل رسائل بعد قصف السعودية والإمارات بالمسيرات إسرائيل تستعد هذه الخطوة أن تأتي الضربة القادمة من الشرق من إيلات وحتى حدود غزة تستطيع المقاومة الآن أو الجهات التي تريد أن تقصف إسرائيل ثم الفلسطينيون طوروا مسيرات في غزة ثم أكشون أن المعرفة تنتقل للضفة الغربية أما حزب الله في حكاية مختلفة صالت وجالت الطائرة وصلت إلى طبرية صورت واستنثل سلاح الجو والقبة الحديدية ورفشلت في اعتراضها الآن عصر جديد يجمع المعليلون العسكريون الإسرائيليون أن الطائرات المسيرة عصر جديد بمعنى إسرائيل لا تملك شيء لا تملك المقاومة اثنين السلاح الجو الذي منذ 73 والغاية الآن تقول أنه يحسم المعركة والحقيقة من 67 لغاية الهجو الـ 16-18-35 التي يملكها الاحتلال هي قادرة على حسم أي معركة لا تحسم أي معركة وصل الإسرائيليون إلى قناعة أن جيشهم على صعيد الأفراد لا يريدون الموت ولا يقاتلوا عن أيدولوجيا اثنين المسيرات التي صنعتها إسرائيل وباعتها لكل دول العالم الآن دورها أن تدفع ثمنها على الأرض نعود لك العامل شارل أبي نادر وسألنا عن مدى نجاح أو فشل المناورة التي تجرى الآن في ظلها كذا حادثة أثارة الربكة إلى هذا الحد هذه الحادثة طبعا هناك عدة أسباب ممكن أن تكون قد تكون نتيجة خطأ بشري هذا سببه التوتر والارباك الذي يعيشه بشكل عامل العدو وجنوده في هذه الفترة خاصة في ظل مروحة واسعة من العمليات التي تعرضت لها الخطأ الآخر قد يكون تقني وهذا هو لب الموضوع أن تكون مناورة بهذا الحجم وعلى المناطق الشمالية في المنطقة الأكثر حساسية بالنسبة للعدو وهذه المناورة الواسعة في الزمان وفي المكان ولا يكون هناك قدرة على مسكها وضبطها من ناحية الرادرات ومن ناحية أنظمة المراقبة الجوية طبعا هذه تشكل صغرة بشكل عامل ولكن أيضا محمد لكي نكون موضوعين عادة في التدريب يكون هناك صغرات ويكون هناك أيضا إمكانية لما يطعب نظام التحكم ونظام كشف الإجراءات وهذا قد يكون جهاز معين من المخابرات قد أرسل زبزبات معينة لمنع هذه الرادرات من العمل لدراسة طريقة وردة فعل العناصر والعمق وجهاز إدارة المسيرات ومواجهة المسيرات هذا من الناحية التدريبية ولكن بشكل عامل إذا كانت أثناء التدريب وحصلت هذه الصغرة فكان بالحرية أثناء المعركة الحية وأثناء وجود الضغط وحصول الإصابات وسقوط الصواريخ طبعا هذا يشكل بعد سلبي جدا في مستوى فعالية هذه المناورة يظهر جمال مبارك في بيان مصور لأول مرة منذ أحد عشر عاما فيجد بانتباه المصريين يتبعه ظهور ثان في الإمارات أثناء تقديم التعازي لمحمد بن زايد بوفاة شقيقه فيثير التكهنات ويرتفع مستوى الجدل في الشارع والعالم الافتراضي ويكثر الهمس والغمز هل من تفسيرات لذلك نتابع ثم نحلل جدل واسع أثاره البيان الأول لجمال مبارك منذ ثورة يناير كانون الثاني عام 2011 ولسيما بعد زيارته برفقة أخيه الإمارات لتقديم واجب العزاء تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور اللافت والأول من نوعه لمبارك فيما عده مغردون أشبه ما يكون بالخطاب الرسمي وأشار البعض إلى جمال مبارك بكلمة الرئيس القادم حيث ألقى بيان الأسرة باللغة الإنجليزية نجل الرئيس الراحل حسن مبارك أعلن في بيان انتهاء المعركة القانونية الدولية التي سمرت عقدا من الزمن حيث أكد لاختتاما ناجحا لجميع الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بالأسرة ووصف الاتهامات بالفساد التي وجهت ضده ووالده وشقيقه علاء بأنها دعاءات كاذبة سمرت نحو عشرة أعوام لافتا إلى أن الأسرة حصلت على مبلغ كبير من مجلس الاتحاد الأوروبي لاسترداد المصروفات القانونية وفقا لحكم من محكمة العدل الأوروبية ظهور جمال مبارك أثار العديد من التكهنات بشأن التوقيت والهدف من ورائه خصوصا أنه تزامن مع هذه الزيارة الخارجية وإن كان آخرون قد استبعدوا أن يكون لجمال أو علاء مبارك دور سياسي في مصر بسبب إداناتهما في قضية فساد وهي فساد القصور الرئاسية بحكم نهائي أيدته محكمة النقب وقضوا فيه جميعا عقوبة السجن لثلاثة أعوام محمد ناصر مدير مكتبنا في القاهرة كيف يمكن وصف هذا الظهور المفاجئ لو صح التعبير لجمال مبارك على المستويين الشعبي والرسمي في مصر الواقع أن ظهور جمال مبارك كان ظهورا مفاجئا ربما فالوريش كما يطلق عليه البعض هنا عاد بعد 11 عاما منذ الإطاحة بأبيه خلال صورة الخامسة وعشرين من يناير يحاول على ما يبدو كما يقول كثير من المراقبين تبييد وجه أسرته وتبييد وجه والده وإبراء زمته في قضايا فساد كثيرة تهمت بها العائلة وتهمت بها جمال مبارك وحسن مبارك شخصيا غير أنه على ما يبدو أن هذا الخروج وهذا الظهور جاءت نتائجه سلبية بدرجة كبيرة فرسميا لم تصدر أي تعليقات من أي جهة رسمية أيا كانت ولم يعلق أيا من المسؤولين الحكومين على هذا الظهور ولكن كما ذكر التقرير على مواقع التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي بدأ واضحا كم الهجوم الشديد الذي تعرض له جمال مبارك وبخاصة من السياسيين الذين يتحدثوا عن حالات الفساد الكبيرة التي عاشتها مصر خلال عهد حسن مبارك والتي اتهم فيها جمال مبارك شخصيا بأنه كان وراء تلك الأجواء الفاسدة أيضا تسأل كثيرين من أين جاء جمال مبارك والذي اعترف في حدثاته بأنه استرد ما يقرب من 650 مليون دولار من أين جاء جمال مبارك وعلاق مبارك بهذه المبارك الكبيرة ولماذا خرجت إلى خارج مصر في البنوك الأوروبية أيضا لم يتحدث أحد وهذا ما ذكرته وتسأل عنه كثير من السياسيين هنا أين باقي أملك جمال مبارك وأسرة مبارك في الخارج من عقارات وأراضي وغيرها أين في بنوك أخرى غير بنوك الاتحاد الأوروبي وبنوك سويسرا مثل بنوك أمريكا وبعض بنوك العربية الأمر في النهاية يعني أن ما حاول جمال مبارك به تحقيق أو إبراء زمة أسرته ارتد عليه بشكل كبير وحيستطرحك كثير من المصريين أن فساد مبارك ليس فسادا ماليا فحص ولكنه فسادا سياسيا وسنسأل بعد قليل محمد عن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الآن المواطن المصري لكن نصر اللحام الرئيس الفلسطيني محمود عباس أيضا ذهب إلى الإمارات لتقديم موجب العزاء يعني في زيارة منذ عشر سنوات ولم يزور الإمارات هل رشحت أي معطيات حول هذه الزيارة؟ الآن محمد زيارة بروتوكولية لتقديم الإزاء والمباركة للخليفة الجديد وبالفعل عشر سنوات كانت فترة انقطاع سياسي وعلى جميع الصعود على خلفية احتوال الإمارات لمحمد دحلان وهذا يدل على أن الإمارات لا تزال أسعر بكثير من أن تصنع رؤساء أو تعزع رؤساء في ربط لما نتحدث به مع زيارة محمد ناصر حول جمال مبارك الإمارات لا تصنع رؤساء ولا تعزع رؤساء لا تزال قد تكون نقطة خلاف أو دولة كلافية لكن ليس أكثر من ذلك الرئيس الفلسطيني رغم حاجة الفلسطينية لكل صوت وكل شيء لكنه نجح أن يعيش من دون الإمارات عشر سنوات محمد ناصر هل من علاقة بين ظهور جمال مبارك في هذا التوقيت والأزمة الاقتصادية التي يعيشها الآن المواطن المصري هل من تفسيرات أخرى لطريقة الظهور بهذا الشكل بعد انتهاء المعركة القضائية أو الزيارة لتقديم واجب العزاء الواقع أن هذا بالفعل ما يتحدث عنه كثير هنا في مصر هل ظهور مبارك في هذا التوقيت تحديدا وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يحيها المواطن المصري هي محاولة لاسترجاع عهد حسن المباركة الذي قد يراه البعض كان أرق حالا وأفضل حالا في الأوضاع المعيشية مما هو عليه الآن ولكنه في النهاية أفرز مجتمعا يمتلق بالعشويات ويمتلق بالفقر ويمتلق بالنهيار في منظومات الصحة والتعليم وغيرها وحتى على المستوى السياسي والسياسة الخارجية منظام تابع وعميد بدرجة كبيرة للوقت المتحدة هذا ما يتحدث عنه هذا الظهور يراه كثيرين محاولة من جبال المبارك للعودة مرة أخرى والظهور مرة أخرى أداؤه في ألقاء الكلمة وهذا البيان هذا الأداء باللغة الإنجليزية أنه يود الرسالة إلى الآخرين في الخارج مصر أيضا يحاول من خلال استخدام كما بدى واضحا أنه يقرأ من جهاز كلمة مكتوبة بعناية أمامه جهاز أوتوكيو جهاز الكاميرا التي يسجل بها كانت مهنية للغاية هذا الأمر يعني أنه كان يخطط لظهور جاذب وهو ما حدث بالفعل ولكن نشك بدرجة كبيرة أن يكون له عودة مرة أخرى أو أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها بمحاولة إحياء جمال المبارك مرة أخرى وأن نرى ابن ديكتاتور آخر يعود كما عادة ابن ديكتاتور الفلبين الذي أتخذ في الثورة قبل أيام قليلة إلى سدة الحكم بعد ما يزيل 35 عاما أعتقد أن زاكاة المصريين ما زالت على حالها وأن جمال المبارك لن يكون له موجود نظرا للحكم القضائي الذي يعزله سياسيا تماما لا يحق له وفق هذا الحكم أن يمارس أي عمل سياسي نتيجة اتهامي ثم مخلق الشرف ليس صاروخا جديدا أو أي سلاح تقليدي تدخله روسيا في المواجهة مع الأطلس في أوكرانيا إنه الليزر ومن الجيل الجديد تقول إنه يحرق المسيرات ويعطل الأقمار الاصطناعية فهل هي بداية تحول في سباق التسلح نتابع ثم نحلل لم تعد أسلحة الليزر سلاحا يطور ويستخدم في الخفاء فمن المتوقع أن تحل نماذج عديدة منه مكان الأسلحة التقليدية في العقد المقبل يتحول الأمر إلى واقع مع علان روسيا أخيرا إدخال جيل جديد أكثر تدمير وفعالية إلى أرض المعركة في أوكرانيا إنه زادير نظام الليزر المتنقل ذو المميزات العالية الذي كان قد أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى عام 2018 تنشر روسيا السلاح الجديد على نطاق واسع وتمد قوات الدفاع الجوي بأعداد كبيرة منه بعدما أجرت تجربة تقول إنها أدت إلى إحراق طائرة مسيرة على بعد خمسة كيلومترات في غضون خمس ثوان تخصص السلاح يتخط إسقاط المسيرات وفق نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن التطوير العسكري يوري بوريسوف فبإمكان زديرة تعطيل جميع أنظمة استطلاع الأقمار الاصطناعية التابعة لعدو محتمل في مدارات تصل إلى 1500 كيلومتر يعود تاريخ إنتاج السلاح إلى عام 2017 ويعد ثمارة تعاون بين الجيش الروسي والهيئة النووية الروسية ضمن برنامج لصناعة أسلحة تعتمد على مبادئ فيزيائية جديدة يبشر بوريسوف بمزيد من أنظمة الأسلحة القائمة على هذه المبادئ قائلا إنها ستكون جاهزة في المستقبل القريب ويؤكد أن الجيل الجديد من أسلحة الليزر يعد أكثر قوة ويمكنه أن يسبب تدميرا حراريا لأجهزة مختلفة تشير تصريحات بوريسوف إلى أن روسيا حققت تقدما كبيرا في مجال تطوير أسلحة الليزر ومنها الذي لم يعلن عنه بعد وهو ما يرى فيه مراقبون رفعا لصقف التحدي بوجه الغرب العميد شارلا بنادر هناك أمر غريب غالبية السلاح الجيش الأوكراني من الحقبة السوفيتية ربما من أحدث الأسلحة المستخدمة الآن جافلين وستينجر المحمولة على الكتف ما الذي استدعى بروسيا إدخال سلاح متطور إلى هذا الحدف العملي الخاص السلاح الفعال والذي استدعى التدخل أن يعمد الروس إلى استعمال الليزر المتقدم هو الطائرات المسيرة محمد الطائرة المسيرة الغربية التي أدخلت في الأجواء الأوكرانية كان لها دور أساسي في تدمير نسبة معينة من الدبابات الروسية وفي عقلت دخول الدبابات خاصة على المدن في كياب وخركاف وكل هذه النقاط هذه المسيرات لها اتجاهان كانت أساسا ترمي مباشرة بصواريخها أو بقنابلها الزكية على المدرعات الروسية وأيضا كانت وبشكل عام تلعب نقطة وسيطة لتوجيه مدفعية الهاوتزر وهنا النقطة التي فاجأ بها الغرب والأمريكيون الوحدات الروسية هذه المدفعية التقليدية والتي كانت تعتمدها الجيوش في السبعينات وفي السمينينات أصبحت توجه عبر الليزر من خلال الطائرات المسيرة من هنا اضطر الروس لإدخال سلاح الليزر أولا لتعطيل هذه المسيرات ولإبعادها لأن هذا الموضوع كان جد فعال بالنسبة لآلياتهم النقطة الأخرى الأساسية اليوم هذه الحرب أو المواجهة هي ليست بين الوحدات الأوكرانية والوحدات الروسية هي على مستوى مواجهة غربية روسية أو أطلسية روسية بشكل كامل هذا السلاح الذي أصبح سلاح معتمد في كل المجالات مجالات الأقمار الاصطناعية مجالات أنظمة الدفاع الجوي هو قادر على عزل أنظمة الدفاع الجوي متطورة وعملت عليها جيوش بشكل كامل لذلك استدعى هذا الموضوع أن يدخل الروس هذا السلاح الذي ربما كانوا يتركونه لمناورات أخرى أو لمواجهة أخرى لم يكنوا ينتظروا أن يستعملوه ضد الوحدات الأوكرانية ذات الأسلحة التقليدية محمد ناصر القاهرة كيف تتعاطى في هذه العملية العسكرية الخاصة الآن وإلى أي مدى هي ساعية لتحقيق التوازن بعلاقتها مع روسيا لمصر منذ حتى قبل بداية تلك المواجهة الروسية الأطلسية حاولت بقدر الإمكان أن تستخدم علاقتها جيدة بكل من أوكرانيا وروسيا لمحاولة الوصول إلى حل سلمي تلك الأزمة غير أنه مع اندلاع الحرب بات واضحا أن هناك ضغوطا كبيرة تمارس على مصر سواء من المتحدة الأمريكية أو بريطانيا لمحاولة اتخاذ موقف مناوء للروسيا بدرجة كبيرة هذا الأمر على ما يبدو رفضاته مصر خاصة أن مصر تربطها علاقات قوية للغاية مع روسيا وهناك صفقات للتسليح كبيرة من بينها صفق البابات وطائرات وغيرها بالإضافة إلى المفاعل النووي في الضبع الذي تقوم روسيا بإنشاءها على مدار عشر سنوات قادمة هذا بالإضافة أيضا إلى الموقف الروسي الذي كان داعما ومؤيدا لمصر خلال السياسية من يونيو كانت صور بوتين منتشرة في أغلب شوارع مصر وفي ميدان التحليل يباني المواجهة مع الإخوان المسلمين الذين كانت تدعمهم إدارة أوباما في ذلك من جديد لك العميد شارلا بينادر كيف يمكن تقييم دور هذه الأسلحة الليزارية من الجيل الجديد أولا في المواجهة الاستراتيجية بين الروس والأمريكيين وفي الحرب الحديثة حول العالم منذ فترة عرض الأمريكيون محمد في الخليج مناورة لأسلحة الليزر وكان هذا الموضوع أيضا كان لافتا وكان صادما وعلى مسافة مئات الكيلومترات استطاعوا تدمير طائرات مسيرة طبعا هذا كان مناورة هذا من النحية التكتية المتفوقة يمكن أن نقول أن هذا السلاح أصبح يمكن أن يتفوق على أسلحة أو أنظمات الدفاع جو البعد الأخر ذات الإمكانية أو المستوى السراتيجي هو كما قال التقرير في استهداف الأقمار الصناعية الأقمار الصناعية طبعا التي هي مثلا فوق الأجواء الأوكرانية سوف تصبح معطلة لن يتم الاستفادة منها ولكن الأقمار الصناعية البعيدة المدى والتي تدير المعركة السراتيجية أو معركة الأسلحة النوعية وخاصة الروس عمدوا إلى أظهار قدراتهم في الصواريخ العابرة للقرارات الصواريخ حاملة الرؤوس النووية مثل سرمات ومثل أبانغار أن تأتي هذه القدرات الليزر وتعطيل الأقمار الاصطناعية التي تشكل نظام إنذار مبكر لكشف هذه الصواريخ هذا يعتبر في البعض استراتيجي أو في الصراع استراتيجي نقطة متقدمة جدا من هنا يمكن القول أن هذا السلاح الذي أدخل من الجيل الجديد له بعد تكتي في الميادين التقليدية وله بعد في المواجهة استراتيجية على مستوى عالمي أو على مستوى دول العميد شارل أبي نادر محمد ناصر وناصر اللحام شكرا جزيلا لكم مشاهدينا فاصل ونحلل بعده قضية اليوم يقدم الملك الأردني عبدالله الثاني مقاربة جديدة للمنطقة يتحدث عن انطلاقة شاملة للشرق الأوسط يكشف عن تواصل عربي مع إيران ويصف الوجود الروسي في جنوب سوريا بأنه مصدر للتهدئة ويخشى من غيابه ثم تتنسيق أردني سعودي إماراتي عراقي مصري ودول خليجية لرسم رؤية لشعوب المنطقة فماذا في هذه الرؤية وأين إسرائيل في نقاشاتهم والولايات المتحدة في معادلاتهم ولماذا يرى روسيا عاملة تهدئة وخروجها عاملة تصعيد في مقابلته مع معهد هوفر الأمريكي كشف ملك الأردن عن مقاربته للتطورات في المنطقة وأبرزها حديثه عن انطلاقة جديدة للشرق الأوسط في إجابته على سؤال عن طريقة التعامل مع إيران وفي السياق ذاته أشار الملك عبدالله الثاني إلى تواصل بعض الدول العربية مع طهران مبدئا رغبته في أن تكون الانطلاقة شاملة وأن يكون الجميع جزءا من التقدم إلى الأمام أعتقد أن ذلك يحدث ضمن اتجاهات عديدة فالمملكة العربية السعودية تتواصل مع الإيرانيين وهناك حوار قائم مع دول الخليج لكن الملك استدرك أن هناك تحديات أمنية ومن دون تحديدها بدقة أشار إلى هجمات تحدث بصورة منتظمة نعلم من يقف وراءها يقول الملك الأردني واصفا الوجود الروسي في جنوب سوريا بأنه مصدر للتهدئة قائلا إن الفراغ الروسي هناك ستملأه إيران ووكلاؤها بحسب تعبيره وأشار الملك عبدالله إلى أهمية إيجاد الدول العربية حلولا ذاتية لمشاكل المنطقة بدلا من الاعتماد على واشنطن لافتا إلى أن اجتماعات عقدت لبحث كيفية رسم رؤية جديدة للمنطقة لذلك سترى الأردن والسعودية والإمارات والعراق ومصر وبعض دول الخليج الأخرى تجتمع وتنصق مع بعضها البعض للتواصل ورسم رؤية لشعوبها وفي حديثه عن تطبيع بعض الدول العربية شبه ملك الأردن تطور العلاقات مع إسرائيل بأن يخطو أحدهم خطوتين إلى الأمام وخطوتين إلى الخلف ما لم يجر حل للقضية الفلسطينية معربا عن أمله العودة إلى طاولة المفاوضات المقابلة خلت من أي تعليق بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة أو غيرها من اعتداءاته في المنطقة ومع محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية قاسم عز الدين نقاط كثيرة في كلام العاهل الأردني لكن لنبدأ من نقطة الدعوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعدم تجاهل القضية الفلسطينية تحديدا ماذا وراء هذه الدعوة وما هي الرؤية الأردنية لشكل الحل يعني هي ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الملك الأردني بايدن بشكل خاص لعدم تجاهل القضية الفلسطينية الأكثر وضوحا كانت في 2011 عندما ظل ثلاث أسابيع في واشنطن يبحث في هذا الأمر مع الإدارة الجديدة ومع المؤثرين في القرار صمع القرار الأمريكي ماذا كانت الجولة وكانت ولم تزل هواجس الملك الأردني أن يعود بايدن أو مانيالي بايدن إلى تهميش الأردن كما هم مشهور ترامب فالموضوع ما يتعلق بالدرجة الأولى بوجود الأردن والأردن لا زال في ذاكرته أن الصهاين يطرحون بالخلف العقل الصهيوني للأساسي أن الأردن هي الدولة الفلسطينية وليس الفلسطينية طبعا بوجود المقاومة هذا الأمر من سابع المستحيلات لكن الأمر يظل واردا في ظروف أخرى لهذا السبب دفع بايدن نظرا لكلام بايدن على حل الدولتين إلى الحضور إلى التأثير أكثر في الشرق الأوسط والضغط على إسرائيل وكان بالمقابل بايدن كل ما ناله الملك الأردني اعتراف بايدن بوصايا الأردنية على المقدسات طبعا والعلاقات الثنائية لكن في معنى القضية الفلسطينية لم يتحمس بايدن لا سابقا ولا حاليا وخاصة أنه يزمع الجولة جديدة في الشرق الأوسط ستكون مقرا لإسرائيل فقط طبعا سيزور رمالله لكن بهذا الحدود يهتم بالقضية الفلسطينية مع محلل الميادين لشؤون أمريكا والأمم المتحدة نزار عبود الوصاية الهاشمية على القدس أو دور أردني لتهدئة الأوضاع في فلسطين المحتلة أكثر هل هذا وراء القصد بتذكير الملك عبد الله بالعلاقة التاريخية والقديمة مع الرؤساء الأمريكيين الملك عبد الله يشعر بالخوف من عدة اتجاهات هناك خوف من نواحي داخلية وخارجية على المستوى الإقليمي هناك خوف من انسحاب روسيا عبر عنه بشكل واضح وابتلال إيران أو إحلال قوات محور القدس مكان القوات الروسية وذلك مصدر قلق كبير له هناك أوضاع داخلية في الأردن صعبة كان آخرها اليوم وضع معاقبة الأمير حمزة ولي العهد السابق بوضعه في الإقامة الجبرية وهناك عشائر كثيرة تتبع له بالتالي الأردن داخلية ليس مستقرا تماما هناك خوف من عودة داعش أيضا وهناك تسوية يمكن أن تتم مع إيران ربما يتم تجاه الأردن منها فيها وكذلك هناك مشاريع إسرائيلية تتجاوز الأردن موضوع القدس تم الاتفاق عليه مع بايدن في الأسبوع الماضي جمعة عندما زار البيت الأبيض وقال أن وصاية العرش الأردني على الأماكن المقدسة في الحرم القدسي محفوظة مصانة لكن طبعا هذا يتوقف على الموقف الإسرائيلي الإسرائيليون تجاهلون حتى الأمريكيين عندما يتعلق الأمر بالقدس بالتالي الأردن خائف من عدة جهات أيضا لديه وضع اقتصادي صعب جدا هناك طبعا الأردن حتى ليس مضمونا في مائه وبالتالي هو يحتاج إلى الدعم الأمريكي القوي لذلك ذكر الإدارة الأمريكية بأن نحن كنا علفاء لكم منذ أيزنهاور وحتى اليوم نحن بحاجة لدعمكم وطبعا الأردن بحاجة ماسة هذا الدعم من كل النواحي ويعتقد أن يجب أن يبقى دور الأردن الإقليمي في أي تسويع أو منظومة جديدة مع محلل الميادين الشؤون العربية والإسلامية قتيب الصالح أيضا تحدث العاهل الأردني عن ما أسماه الحلول الذاتية لبعض دول المنطقة بدلا من الذهاب إلى الولايات المتحدة كيف يفهم هذا الكلام؟ نعم محمد كل التحية في البداية لابد من الإشارة أن مواقف الملك الأردني جالت خلال مقابلة بمعنى أنها إجابة على أسئلة أكثر من كونها تصريحا وربما بيانا تحدد أنه انطلق من مواقف الأردن بشكل من الأشكال للتعبير عنها بالإضافة إلى ذلك السياق الذي جاءت فيه المقابلة هو سياق أمني بمعنى أن المعهد الذي يجريت معه يختص بالأمور الأمنية ذات الطابع العسكري للذلك ظهرت المقابلة بشكل عام ذات طابع أمني أو عسكري إلى حد كبير هناك عديد النقاط اللافتة محمد كما تذكرت الحديث عن هذا المفهوم الشمولي لحل أزمات المنطقة والحديث بطريقة أمنية حقيقة تحدث الملك الأردني عن مقاربة جديدة يتحدث عنها ويفترض القارئ أو المتابع لهذه المقابلة أنها يتحدث باسم أكثر من عاصمة خليجية وربما عربية أيضا وهنا يطرح سؤال كبير هل هو فعلا موكل بالحديث عن هذه المقاربة من هذه المعواصم أم لا يتحدث عن أنها سوف تنتج تانيا لا تقدم المقابلة الحقيقة الكثير من الإجابات حول هذا الموضوع وإنما المزيد علامات الاستفهام حول طبيعة هذه المقاربة التي تحدث عنها هي مقاربة أمنية أم سياسية في الحقيقة خاصة أننا هنا في الميادين تابعنا خلال السنة الماضية أو السنوات الماضية حديثا عن تحالف الحرب الذي كان يتم الحديث عنه وهناك كما لاحظنا في مقابلة الملك الأردني هناك محاولة واضحة لغياب أو تغييب إسرائيل عن الحديث في هذا الإطار ذكر العديد من الدول وتجاهل ذكر إسرائيل في هذا الإطار لذلك لربما أو نتحدث هنا أن جزء من الحديث كبير كان إجابة على سؤال لماذا لا يجب أن تخرج الولايات المتحدة المنطقة أو بالتحديد السؤال كان أن لا تدير ظهرها هنا ذهب التطرق إلى موضوع روسيا وحاول عزل المنطقة عن سياق الحرب في أوكرانيا إلى حد كبير وربما كان جزء من جولتها أو زيارتها هذا الأمر ثم انتقل للحديث عن الحلول الذاتية التي لم يحدد ما هيتها ولم تكن مفهومة إلى حد كبير في هذا الإطار قاسم عز الدين ما يسمى باتفاقيات تطبيع الأسرلة التي أبرمت مع بعض الدول الخليجية يراها الملك الأردني بأنها خطوتين إلى الأمام خطوتين إلى الوراء لماذا؟ وذلك يحسب في إسرائيل مكسبا كبيرا بالضبط لأن هذا التطبيع الأسرلة مع إسرائيل هو لمصلحة إسرائيل وحدها وبشكل خاص وعلى وجه الخصوص المتضرر الأساس هو الأردن نذكر على سبيل المثال القمة النقب الأخيرة من حضر به؟ السعودية مصر الإمارات المغرب والبحرين بحضور طبعا وزير الخارجية الأمريكي الأردن استثنية حتى من لقاءات على مستوى تعارف أو على مستوى يعني الظهور الإعلاني وعلى الأثر ذهب الملك الأردني إلى رمالة بعد انقطاع منذ 2017 عن العلاقة مع رمالة هذا يشي بأن الأردن يشعر بالتهميش الذي بدأه ترامب واستفحل خلال تلك المدة الطويلة إلى أن جاء بايدن بايدن الذي يوصف وتصفه حتى كل الدول المطبعة والمؤسرة مع إسرائيل بأنه سياسته منكمشة يريد أن يفرج من هذه المنطقة يريد أن يعود إلى الاتفاق النووي إلى آخره لكن الأردن على وجه خاص لديه رؤية سابقة وهو يعمل ويأمل وأنا أظن أن النقاشات التي يشير إليها الملك الأردني هي التي حصلت مع مصر ومع العراق ويأمل أن تنضم إليها سوريا ولبنان ورامالله ويستبعد أن تدخل في هذا الإطار يعني الاعتماد على الحلود الذاتية الإمارات أو السعودية أو غيرها لأن الخيارات أصبحت واضحة لهذه الدول الأردن يأمل بأن يحدث تهدئة بإدخل أمريكي وأن ينتج هذه التهدئة نوع من الاستقرار كما يأمل الأردن نقطة ذكرتها قاسم في كلام نسأل عنها نزار عبود نزار ذكر قاسم بأنه بايدن منشغل بملفات أخرى غير المنطقة هذا يقودنا إلى السؤال حول كيف سيتفاعل أو كيف سيكون صدى كلام الملك الأردني في واشنطن تحديدا في الإدارة الأمريكية هنا تحدث الملك عبدالله الثاني عن ضرورة عدم فصل الجبهات والساحات قالها أن المعارك والأزمات هي مترابطة ببعضها لا تصل ببعضها ولا يمكن عز المنطقة عن أخرى والمصالح الأمريكية تتأثر وفي خطر في حال تجاهل أزمات المنطقة وتحدث عن ضرورة الحل الدولتين مجددا أعتبر الخلاص بالنسبة للأردن هو بتكامل مع إسرائيل في مشاريع اقتصادية مهمة يكون الأردن رئيسيا فيها وهذا ينقض الجبهة الداخلية الأردنية من وضع الاقتصادي المتعزم أيضا يكون للأردن دور محوري في أي منظومة دفاعية إقليمية بعد التسوية سواء كانت الفلسطينية أو مع إيران أما في حال عدم وصول للتسوية فيجب أن يكون الأردن في مأمن من مخاطر النزاعات لأن أي صراع سيحدث سيكون الأردن ساحة حتمية له كون الأردن يقع في منطقة وسطة على الحدود وبالتالي هناك معارضة وهناك مؤيدين كثر داخل الأردن للقضية الفلسطينية للقدس القدس تجمع الشعوب كلها وإن كانت لا تجمع الحكومات لكن القدس تبقى قضية محورية وبالتالي الأردن يعرى أن الخطورة بمكان أن تتجاهل الولايات المتحدة هذه القضية وأن تجير ظهرها إلى المنطقة بسبب انشغالها بموضوع مثل أوكرانيا وروسيا والصين وبالتالي يرى أن الخطر واحد الولايات المتحدة نفوذها يتأثر كثيرا في حال ضعفة في الشرق الأوسط كما يقول وتيبة الصالح في حديث العاهل الأردني لمن تابع المقابلة أكثر من مرة أتى على ذكر الإمارات تحديدا هذه النقطة كيف تفهم هل هناك تعويل على الإمارات أكثر من أي دولة أخرى أم شيء آخر حقيقة كان لافطا أن الملك الأردني نفسه هو الذي سحب الحديث إنجاز التعبير باتجاه الإمارات ولأكثر من مرة خلال المقابلة الغير طويلة في الحقيقة محمد مع الإشارة محمد إلى أننا نتحدث في هذا الإطار عن أمريكا أو الولايات المتحدة ودورها في المنطقة انطلاقا ليس من إدارة ظهر إلى حد كبير ولكن من فقدان القدرة الأمريكية على لعب الدور التقليدي في المنطقة في الحقيقة وهذا من المهم الإضاءة عليه بالتحديد منذ لحظة كابل لإنجاز التعبير أو الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في هذا الإطار كان السؤال خلال المقابلة حول مواقف دول المنطقة أو حلفاء الولايات المتحدة أو ربما الانزعاج كما سماه المحاور من إدارة الولايات المتحدة ظهرها في المنطقة حاول الماركي الأردني في أكثر من لقطة في هذه المقابلة أن يأخذ الحديث باتجاه الإمارات ومن ثم انطلق إلى جانب آخر وهو تحدث أنه من الظلم الحديث عن الإمارات بأنها تتخذ هذا الموقف بسبب الشعور بأن الولايات المتحدة تدير ظهرها للمنطقة فكان هناك أيضا محاولة للإيحاء بأن الموقف الإماراتي إلى حد كبير غير مرتبط بالسياسة الأمريكية الحالية وأنه موقف ينطلق من سياسة ثابتة أو خيارات بالنسبة للإمارات في نقطة لافتة في الحقيقة يتقاطع ذلك لربما مع تصريحات السفير الإماراتي في الولايات المتحدة قبل فترة والذي تحدث عن أن علاقات الدول تمر بصعود وهبوط وتكون قوية وضعيفة في بعض الأحيان والعلاقة الآن بين الولايات المتحدة والإمارات تمر بمرحلة كما سماها اختبار تحمل إلى حد ما من غير الواضح محمد في الحقيقة سحب الحديث كما ذكرنا باتجاه الإمارات لأكثر من مرة مع أن السؤال كان عن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة ولكنه استدرك بشكل من الأشكال المطالبة بدور أمريكي في المنطقة وأذكر بأن الحديث كان ردا على سؤال لماذا لا يجب على الولايات المتحدة أن تنسحب المنطقة قاسم عز الدين العاهل الأردني يرى احتمالية تصعيد أمني على حدوده وأيضا يرى في الوجود الروسي في سوريا عامل استقرار وغيابه وعامل عدم استقرار كيف يفسر ذلك يعني هو أشار إلى التهديدات الأمنية بعاملين بداعش وبالحضور الإيراني الذي وصفه بأنه يملأ الفراغ بدل روسيا لكن هذه هي الصياغة الديبلوماسية الهدف الأساسي للملك الأردني هو الحضور الأمريكي يؤمن له مساعدات عسكرية ومساعدات مادية وكل مساعدات على كل حال بايدن بدأ بدأ هذه المرحلة بنقل ثلاث مستودعات عسكرية من قطر إلى الأردن وعقدة اتفاقية استراتيجية مهدت للأردن الكثير من المزايا التي تقدمها أمريكا للأردن لكن كل هذا لا يكفي لأن المستفيد الأكبر هو إسرائيل وإسرائيل إذا كان وجودها وتوسعها في العلاقات العربية العربية الأسرى للعربية الأردن هو الضحية لذلك يرى أن لابد من حضور أمريكي في المنطقة وخاصة تل أن تلجم ما يمكن أن تتعرض له الجبهة الشمالية وفي الصراع وخاصة المسألة أننا اليوم نعيش في وضع مقاومة هذه المقاومة تقلب كل المعادلات وليس مستبعدا أن يعيد الملك الأردني علاقته القوية والوطيدة مع حماس كما كانت في السابق لأن المستفيد لاحظ مثلا في معركة سيف القدس بايدن يتصل بمصر ويتجاهل الأردن في حين أن الأردن تاريخيا له الدور الأساسي أو على الأقل له دور فعلي في هذه المنطقة سمح لي قاسم بسؤال نزار عبود نزار من كلام العاهل الأردني ترى الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق ومصر وبعض الدول الخليجية أن تجتمع وتنسق مع بعضها للتواصل والتواصل ورسم رؤية لشعوبها هذا التجمع كيف يفهم في هذا التوقيت هذه خطوة في إطار تكتل عسكري أو ردع عسكري أم هي تسوية بين شعوب أم ماذا هذا التجمع يأتي في وقت طبعا هناك توقعات بحدوث اتفاق نووي بعد التحركات الأوروبية الأخيرة وهذا هدف وضعه بايدن بأن يكون هناك اتفاق نووي لكن في حال لم يحصل اتفاق نووي إذا حصل اتفاق نووي سيكون هناك منظومة عربية قريبة من إسرائيل مع الولايات المتحدة قريبة من ناتو تستطيع أن تقف معا بحيث لا تصبح هناك هيمنة لمحور القدس على المنطقة لأن الانتصارات التي تتحقق سواء في اليمن أو في غزة أو في لبنان أو في سوريا والصمود الكبير الذي حصل والتأثير الكبير داخل العراق يهدد هذه الدول لذلك هو تحدث عن سوريا والعراق كمصدر أمني مهدد للأردن وليس داعما للأردن حتى أنه يعني عارب عن قلقه من هذا الوضع لذلك وأيضا لا ننسى أن الأمير الملك عبد الله يتحدث وهو قلق من تغير في الإدارة الأمريكية هي ريود منظومة إقليمية أمريكية مشتركة تحدث عن علاقته بالناتو قبل أن يأتي الجمهوريون ويغير المسائل مرة ثانية لا سيما وأنه رفض اتفاقات أبراهام في السابق وأدارة ترامب أدارة الظهر له تماما وعلى حساب الأردن حصلت تسويات كثيرة ودعم لإسرائيل من عالمه جيدا وبالتالي هو يريد في هذه الفترة المتبقية من إدارة بايدن أن تصبح هناك بوتقة أو منظومة معينة تستطيع حماية الأردن وإبقائه في دوره العالي قتيب الصالح نقطة إيران التي جاءت في حديث العاهل الأردني كيف تقرأ هذه النقطة يعني هو تحدث بالدبلوماسية وأيضا كشف عن تواصل عربي مع إيران نعم محمد في الحقيقة إذا ما عدنا للسؤال كان موافقا على سؤال محاور حول ما سماه تصدير الثورة إلى حدود إسرائيل بين هلالين دور إيراني مفترض في العراق أيضا بين هلالين ثم سأله المحاور حول كيف يمكن حل المشكلة الإيرانية في الحقيقة في البداية كان هناك نبرة سياسية دبلوماسية بالإشارة للحوار السعودي أو الخليجي أيضا مع إيران والحوار الأمريكي لكن تم الانتقال فيما بعدها إلى نقطتين هامتين في الحقيقة وهما كانت مستغربتين إلى حد ما الأولى هو حديثه عن حلول القوات الإيرانية مكان القوات الروسية في جنوب سوريا أو على حدود مع الأردن وهذا في الحقيقة يعني لافت للنظر إلى حد كبير لأن هذا الأمر لا يستند حتى إلى معلومات هو ضخ في إطار تحليلات تحريضية للإيحاء بوجود دور سياسي في إيران يتجاوز المؤسسات السورية وبالتالي تبني ملك الأردن لهذه التحليلات التحريضية في هذا الإطار في الحقيقة كان لافتا للنظر إلى حد كبير لأنها كما ذكرنا لا ترقى حتى إلى مستوى المعلومة هذا من ناحية من ناحية ثانية إذا ما تجاوزنا هذه النقطة لم يسجل إلى حد ما صدام في العلاقات الإيرانية الأردنية إلى حد كبير وبالتالي أيضا كان مستغربا في هذا الإطار محاولة الإيحاء بنشوب صدام أو بتوتر على الحدود في الحالة الافتراضية التي ذكرها ملك الأردن هاتنا النقطتان في الحقيقة محمد كانت لفتتان بحديثه عن إيران وربطها بملف السوري بينما كان الحديث عن المحوار سواء الأمريكي أو السعودي أو الخليجي مع إيران في إطار لغة الدبلوماسية التي تتحدث فيها شكرا جزيلا لكم قتيبة الصالح نزار عبود وقاسم عز الدين مشاهدين الشكر موصول لكم التحليلية انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة